هل قصرة الغازات للحامل لها علاقة بنوع الجنين؟ وكيفية التعامل وعلاج غازات الحمل؟ لمعرفة الإجابة تابعوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بيكو في الخلاصة اليوم طبعا بيشغل بال كل حامل معرفة جنس الجنين من اليوم الأول للحمل وبيشغل بال المقربين لكن لمعرفة نوع الجنين بالسنار لازم تنتظر للشهر الرابع يخلي المقربين لك يتوقعوا جنس الجنين من بعض أعراض الحمل والانتفاخ وقصرة الغازات من هذه الأعراض بس قبل ما نعرف التفاصيل لايك واشتراك وتعليق جميل عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد خلونا في الأول نعرف أسباب قصرة الغازات عند الحامل الغازات والانتفاخ من الأمور الشائعة خلال الحمل وله عدة أسباب 1- هرمون البرجسترون خلال الحمل بيحدث تغيرات هرمونية ومن ضمنها هرمون البرجسترون اللي بيبطأ عملية الإخراج وبيسبب بعصر الهضم يؤدي إلى تراكم الطعام في المعدة والأمعاء لفترات أطول كون الغازات 2- الحمية الغزائية كثير من الأطعمة بتسبب غازات للحوامل زي الأطعمة الحرة والمياه الغازية وبعض الحبوب الكاملة وبعض الخضروات 3- القرمب والبصل والبقلية كالفول والعتس 3- ضغط الرحم على الأمعاء لما الرحم بيكبر بيضغط على الأمعاء والجهاز الهضمي مما قد يتسبب في بطء حركة الأمعاء وتراكم الطعام وتكوين الغازات ما تنسوش تشتركه في القناة الثانية الخلاصة تيوب خلاصة القول وديلي الفديوهات القصيرة معلومة مباشرة بدون تفاصيل هسيب لكم الرابط في أول تعليق رابع حاجة المكملات الغزائية قد يصف لك الطبيب خلال الحمل بعض المكملات الغزائية والفتامينات التي تحتوي على الحديد أو الكالسيوم وهو ما قد يسبب لك الإمساك والغازات خامس سبب القلق والتوتر تسبب القلق في التنفس بشكل أسرع وأكتر مما يؤدي إلى إصابتك بالغازات سادس سبب طريقة تناول الطعام تناول كميات كبيرة من الطعام في المرة الوحدة أو الأكل بسرعة أو التحدث خلال الأكل كل هذه الأمور ممكن تتسبب في إبتلاعك هواء مع الطعام وبالتالي إصابتك بالانتفاخ والغازات بعض الأمور هتساعدك في التخلص من الغازات أو تخففها عنك مثل واحد اشرب سويل بكسرة شرب المياه أفضل شيء اشرب ما لا يقل عن 8 إكواب ممكن أنت تشرب العصائر الطبيعية مع التقليل السكر فيها وتجنبي شرب المشربات الغازية اتنين ومرسة نشاط بدني حاولي تحفظ على الحركة والنشاط خلال الحمل بيساعد على تجنب الإمساك وعصر الهضم تالت حاجة تناول أغزية غنية بالألياف مثل الخضروات الورقية والألياف بتحسن الهضم وبتساعد على انتصاص الطعام رابح حاجة تناول الملينات الأمنة خلال الحمل بعد استشارة الطبيب إن شاء الله هعمل لكم فيديو عنها بالتفصيل هل هناك علاقة بين قصرة الغازية وجنس الجنين بعض المعتقدات الشعبية بتقول إن قصرة الغازية خلال الحمل بتكون دليل على الحمل بذكر ما مدى صحة هذا الكلام بعد ما عرفنا أسباب الغازية خلال الحمل وفهمنا الإجابة هذا الكلام غير صحيح تماما وليس هناك أي دليل علمي أو دراسة بتشير إلى ذلك وبكده نكون عرفنا أسباب الغازية وعلاجها وإن ما فيش علاقة بينها وبين نوع الجنين أتمنى أكون قدرت أبسط لكم الموضوع بشكل بسيط وسهل لو وصلت للفيديو اللي هنا ما تنسيش تشتركه في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ولايك وتعليق جميل عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة